السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشاركونا خلق بصحة عجيه ده فيديو ودعلي ما نتكلم على احد المعالجات اللي ظهرت في تجميعات اوراس غيمينج هذي الايام مثل معالج ريزن 3 200 جي اي والآطلون 300 جي اي بنسبة لهذه المعالجات صدرت على ما اعلم في 2019 لكن ظهرت هذه الايام في تجميعات اوراس غيمينج وقلت لكم راح نجيب احد هذه المعالجات مثل معالج ريزن 3 200 جي اي في تجميعات من تجميعات هذه هي التجميعات وصلت اليوم ونشكر محل لسي بي بليس لوفرنا هذه التجميعات من اجل المراجعة لكن لقد نزيد نعمل هذا الفيديو قبل المراجعة باش ما يكونش تعمق كبير في مراجعة هذه التجميعات على المعالج ونوضح بعض الفروقات بين المعالج ريزن 3 1200 جي اي والمعالج الأطلون 300 جي اي بالرغم اني لا انصح بهذه المعالجات كثيرا ممكن بعض الفئة لارضة تجيب تجميعات في هذا المعالج تشغل بها بعض الالعاب الصغيرة ورح تستعمل هذه التجميعات للدراسات او شيء اخر يكون خفيف جدا نبدأ بالمعالج ريزن 3 1200 جي بالنسبة لهذا المعالج على ما ادن اسمه هو ريزن 3 برو 1200 جي انا اكدوا عليه اذا كان فيه برو او ليس برو في مراجعة هذه التجميع هذا المعالج يأتي بنواتين واربع مصارات لهذا كثيرا بهذا المعالج على الاقل على الاقل في الوقت الحالي لتشغيل الالعاب اللي نتكلم من ناحية الالعاب يجب يكون معالج فيه اربع انوية لتشغيل الالعاب عادي وبدون اي مشاكل ممكن هذا المعالج تعمل به الالعاب لكن الالعاب لم يطلبش الى معالج كثيرا ويأتي بسرعة 3.2 جي هرس ويقول هذا المعالج ليقبل كسر السرعة نحن اكدوه منه في مراجعة ايضا هذه التجميع ويدعم رامات ديال شانل لسرعتهم ساصل حتى الـ 1935 ميجا هرس وايضا هذا المعالج يعد من معالج من معالجات الـ APU التي تحتوي على كارشاشا داخلي وهي الفيغا 3 وسرعتهم الله اعلم على ما اظن هي 1100 ميجا هرس ايضا رح نأكد لكم عليها في مراجعة هذه التجميع وبالنسبة الميموري كاش لهذا المعالج ليه هي 2 ميجا بالنسبة الـ L2 و 4 ميجا بالنسبة الـ L3 ويدعم سوكات AM4 ومعمارية الزن نفس المعمارية التي اتتبهها معالجات الـ APU 2000 ونفس المعمارية التي اتتبهها معالجات ريزن الجيل اول على دقة تصنيع 14 نانومتر والان رحوا الى الـ ARTNOT 300GE بالنسبة لهذا المعالج ايضا يعد من معالجات الـ APU التي تحتوي على كارشاشا داخلي هنتكلمو لها فيما بعد هذا المعالج يأتي ايضا بنواتين و 4 مصارات فقط ويأتي بسرعة 3.4 جيجا هرس ويقولوا لا يقبل كسر السرعة وايضا بالنسبة الـ RAM التي يدعمها هي Dual Chanel تصل سرعتها الـ 2666 ميجا هرس او 2667 ميجا هرس حسب موقع ARN وبالنسبة الكارشاشا الداخلي هي الـ Vika 3 لنفسها التي يأتي بها المعالج السابق على سرعة 1100 ميجا هرس ويأتي ايضا بنفس المعمارية التي اتبهها معالج السابق وهي الزن على دقة 14 نانومتر وايضا هذا المعالج يأتي بـ L2 وهي 1 ميجا بيت فقط وبالنسبة الـ L3 وهي 4 ميجا بيت ايضا نفس استهلاك الطاقة وهي 35 واط نفس استهلاك الطاقة ليستكله المعالج الاول اللي هو ريزن 3 اللي اتكرناه في السابق وبالنسبة المقارنة بين هذا المعالجين لانه هناك اختلاف في السعر في التجميع التحهم بالنسبة المعالج ريزن 3 والاطلون هذا الفرق بينهم في الذاكرة العشوائية وفي السرعة بالنسبة الاطلون احسن من الاول في السرعة يأتي بسرعة 3.4 جيجا هرس وريزن 3 يأتي بسرعة لهي 3.2 جيجا هرس لكن ممكن ما يكونش فرق كبير بينهم في اداء الالعاب لما تكون 3.4 او 3.2 وخصوصا هذه من ناحية الالعاب وبالنسبة الفرق بينهم في الميموري كاش اللي هي الالتو اللي فيها الاختلاف اللي هي عند الاطلون واحد ميجا وعند ريزن 3 اتناني ميجا في ريزن 3 احسن من واحد ميجا بيت في الاطلون وبالنسبة الريزن 3 2100 جيجا يدعم رامات 2933 ميجا هرس كما وجدتها في احد المواقع وبالنسبة الاطلون يقولوا يدعم 2667 ميجا هرس او 2666 ميجا هرس معناه في سرعة ارامات جدا ريزن احسن وبالنسبة الفرق بين هذا المعالجين مع كرشاشة داخلي نفسها الفيغا 3 ما رح توجدو اي فرق بينهم في الالعاب رح تقريبا يقدموكم نفس الشيء في الالعاب وبالنسبة لك خلاصة لهذا المعالجين متما قلت لكم ما نصحش بهم كتير هاد المعالجين او التجميع اللي فيها هاد المعالجين الا بعض الناس اللي رح تستعملها ممكن نجيبها التجميع من اجل الدراسة او عمل بها بعض اعمال الخفيفة ما تكون شتقيلة جدا وايضا متشغل بها بعض الالعاب ايضا ما تحتاج الى معالج كثيرا وحتى الكارت شاشة الداخلية التي تأتي في هذه المعالجات الضعيف نوعا ما اللي هو الفيغا 3 ممكن ما رح يقدم لك اداء جيد خصوصا مع الالعاب القوية بعض الالعاب ممكن تشغلها على 720p تقريبا يقدم نفس اداء كورة شاشة الداخلية التي تأتي في معالجات انتل وبالنسبة لا ضفت كارت شاشة خارجي مع هذا المعالج مع الوقت ممك رح يشغل لك جميع الالعاب لكن مع الالعاب التي تحتاج الى المعالج في أغلب الأحيان هناك الألعاب تحتاج إلى كرت شاشة مما تحتاج إلى المعالج لكن بعض الألعاب اللي تحتاج إلى المعالج راح تجد المعالج دائما يعمل مئة بالمئة وممكن راح يسبب لك دروب تاع فرين وبالنسبة لهذه التجميعات قابلة لتطوير في المستقبل ممكن تزيع المعالج وتركب معالج آخر لأنه يدعم صوكت آنفور راح يأتي بلوحة أهم تكون ب450 نجم تركب عليها تقريبا جميع معالجات آنف دي ريزن لكن شيء الواحد هذا المعالج ممكن يكون البيع تاقيل نوعا ما مرح ينبع لك بسهولة معناه جيب معالج جديد وتنتظر حتى هذا المعالج ينبع لك مع الوقت ممكن جيب معالج يكون أيضا مثل المعالج ريزن 5 Pro 4.650G أو معالج آخر يكون جيد وضيف له كرت شاشة أيضا في المستقبل معناه قابلة تطوير في المستقبل لكن راح تواجه بعض الصعوبات وهناك أحد التجميع تأتي ببطاقتين رام 4 جيجا وتجميع تأتي ببطاقة رام واحدة 8 جيجا معناه أنا في بعض الأحيان في بعض الأحيان أنصح كثيرا بالتجميع علي ببطاقة رام واحدة 8 جيجا معناه راح يكون الأداء ضعيف جدا مع بطاقة رام واحدة هذه بصراحة لكن لما تجيبها مباشرة لجم يجب تضيف لها بطاقة رام الثانية 8 جيجا بش يكون الأداء أفضل وليما عنده شلمان ما يستطيع إضافة رام أخرى على نصح يجيب بطاقتين 4 جيجا في المستقبل معناه من يرحب يطور راح ينزع البطاقتين 4 جيجا يبيحهم أيضا البيت حمكم راح يكون تقيل لهذه الأشياء تاعة 4 جيجا وتجيب بطاقتين تاعة 8 جيجا مباشرة وأيضا تطور الحاسوب بتاعك لكن بصراحة بصراحة هذه التجميعات ما راحش كما نقولو تستفدوا منهم كثيرا ممكن خمسين الف دينار تلحق التجميع تقريبا اللي فيها بطاقة رام تاعة 4 جيجا ننصحكم تزيدوا تضيفوا بعض المال وتجيبوا التجميع اللي فيها المعالج ريزن 3 4300 جي أو حتى تبحتوا في الأنترنت ممكن توجدوا على بلي مارش كاين كثيرا المعالج ريزن 3 220 جي على الأقل 220 جي أو ريزن 3 3200 جي جيبوا ريزن 3 3200 جي أو 220 جي أو ريزن 5 2400 جي مستعمل ربما مستعمل أحسن من جيبوا هذه التجميعات اللي فيها هذه المعالجات هذه كنصيحة مني وكما اشتوا هذا والفيديو تانيت عن يوم شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ولو معلومة صغيرة نقولكم ما تنسونيش في مراجعة تجميعات المعالجة ريزن 3 200 جي وبالمناسبة نشكر محليسي بليس لو فرنا هذه التجميع من أجل المراجعة مع جيبواي للمشتركين جيبواي بسيط لكن رح يكون لخمسة أشخاص إن شاء الله رح يكون فيديو الجيبواي بعد مراجعة هذه التجميع ومن تنسوا جبرت بارتاجوه مع الزقاعة تعاكم لايك كوموتر أبوني وقناة عدن المكتوج أبوني وفعلوا زر الشرس بي توصلكم أي حاجة جديدة حطوها لدعمنا في القناة فضلا فضلا دائما منكم هذا وليس أمر أن تلاقوه في فيديو آخر إن شاء الله سلام اشتركوا في القناة